موسيقى من 30 سنة مشاهدين مؤسسة بشير جميل بتهتم بالنشاطات الاجتماعية خاصة بفترة الأعياد الميلاد وارس السنة كل سنة بتختلف من سنة لسنة بتختلف النشاطات سنة قررت مهم انه ضيفته هي يومنا جميل وهي مسؤولة النشاطات الاجتماعية بمؤسسة بشير جميل وقرار صار انه تكون الاحتفالات من 21 ورغاية 30 الشهر بسانيكولا غاردن أو بحديقة سانيكولا بالأشرفية لا إهالي الأشرفية كمان يتمتعوا بها الفترة بزيت صباح الخير موزور أهلا وسهلا فيك موزور قبل ما نحكي عن نشاطات الميلاد كنشاطات ميلاد بين 21 و 30 خبرينا بس كنشاطات اجتماعية عامة بشو بتهتموا يومنا مؤسسة برشي جميل بتهتم بكثير نشاطات اجتماعية وبتعطي كمان بورس كولير يعني كل شي مناح مناح مدرسية مناح مدرسية وجامعية بخصوص الإيفانت تبع كريسمس مؤسسة برشي جميل كل سنة بتحب تتطور بعلاقتها مع العالم وبنشاطاتها وبتعاطي مع العالم وهي السنة من اللي صار بالأشرفية حبينا نعمل شي أكبر من اللي بنعمله دايما حبينا نعمل مثل مدينة لبابانوال ومن هون جاي اسم الإيفانت اللي اسمه سانتاس بارك وراح يكون على مدة عشت ايام من واحدة وعشين متل ما قلته لثلاثين الشهر نحن هناخد بريك سريعة ونحكي بالتفصيل عن البرنامج لكل المهتمين اللي يكونوا تابع حديثنا عن سانتاس بارك يوم ناكتام تقليلنا قررته على عشرة يام تعمله الاحتفالات وتبقى بما كان واحد بالأشرفية يعني بعناية خاصة واهتمام خاص لأهل الأشرفية هالسنة خاصة مظبوط لا بس مش بس لأهل الأشرفية لكل العالم اللي بحبوا يشاركوا معنا هيدا اكيد ايفنت مفتوح للكل نحن منستقبل الكل وهيدا ايفنت للأولاد خاصة بهالفترة راح تكون فترة الفرصة تبع المدرسة مش ناك يعني مش ناك عملناها بهالفترة تنقمن اكتر عدد ممكن من الأهلية تايجوا مع ولادهم الأهلية راح يلتقوا مع أهلية أخرى والأولاد راح يجوا ينبسطوا ويلعبوا ويقدروا يتصوروا مع بابانوال هلأ أصلا نرجع عم نحكي عن البرنامج اذا بدك بعدين خلاء نحكي بالتفصيل عن البرنامج نهار الجمعة 21 يعني بعد بكرة الافتتاح راح يكون مظبوط لاح شو في خلال الافتتاح اول شي الافتتاح راح يكون ع الساعة 4 نحن داعين كل العالم يجوا راح يكون فيه فانفار وبراد وراح يكون فيه كتير ما بده هلأ خبرك يعني راح يكون فيه كتير مفاجأات تم ندعي كل العالم أنه تأتي بس اللي مش يقدر يجي الجمعة فيه يجي السبت أو الأحد أو كل الأسبوع يعني خلال كل الأسبوع نحنا رح نكون فاتحين بجنينة سانيكولا كما تقول لك لينا أين هيدا الجنينة أول شي محل آمن للولاد إذا حدا بده يجي عنده ولد عمره سنتين ثلاثة محل كتير آمن للولاد وكمان فيه كتير عجب الأشرفية دونك ما حبينا نسكر طرقات هالسنة أو نجارب نسكر طريقة أو ساحة مثل ما كنا قلنا بالعادة نعمل على ساحة ساسية كانت خربة الدنيا الأشرفية بديسمبر يعني موت أحمر وقت واحد يفوت قد ما عجق تسير هادي دونك مش يناك حبينا نعملها بمحل مسكت وكمان أهل الأشرفية مدل ما يخذوا سيارات ويعلقوا بالعجقة فيهم ينزلوا ماشي أهل الأشرفية بينزلوا على جنينة ماشي وأهل الرمال اللي كمان سكنين حد جنينة بيطلعوا على جنينة ماشي وكمان حبينا نخلق بديل عن المولاد لأنه اليوم كل العالم تأخذ أولادها على المولاد خلال كل السن هو في نقص لأنه لا أماكن للولاد يلعبوا يعني من هكي الاختيار الحديقة بكثير اختيار جيد وحتى إذا صار في عجقة العجقة براكة إذا عجقت أعياد وفرح ولأ خايفين شوي من الشتاء ولكن نحنا جهزنا كل جهزنا خيام جهزنا كل شي إذا شاتت الدنيا ضلوا نقدر يجوا الولاد وينبسطوا ويلعبوا مع بابا نويل هذا المهم يعني أنه نرجع نرجع الفرحة والبسمة على وجهها الولاد من أي ساعة لأي ساعة رح تكون المفتوحة جنينة للكل؟ جنينة مفتوحة من 12 للساعة 7 رح يكون في برنامج مختلف كل يوم كل يوم في شي جديد في مفاجآت جديدة ولكن كل يوم رح يكون في بابا نويل رح يكون في ألعاب رح يكون في كرمس والولاد رح يقدروا يجوا هن يتصوروا مع بابا نويل ويخدوا الكادو منه يعني عاملين كمان نهار الأربعة ستاو عشرين عاملين بيش دو نويل سلايس فور أول شو المقصود فيه؟ مضبوط لأنه نحن رح نسكر بأربعة وعشرين و بخمسة وعشرين بما أنه العالم اللي عم تشتغل معنا بدأت عيد مع أهله نوك بعيد الميلاد يعني في تونتي فايف رح نسكر وقبل بليلة بفينت كات كمان رح نسكر بستة وعشرين بما أنه رح نكون بعد العيد رح نوزيع قطول ميلاد لكل العالم اللي رح تجل عنه قدام متوعين يمنع أنه يجيكون يعني زوار على هال متوعين بالألوف يعني إن شاء الله هلا إن شاء الله التأس يساعدنا شوي بس متوعين بالألوف العالم لأنه البروغرام عجاد مقدوم يمكن فينا نشوفه على على الفلاير شفني على الفلاير شفتو على الفلاير نوك رح يكون فيه فيس باينتينج باينت بول تير ألارك تيروليان غابل تيروليان غابل وحتى بالجنين في بركي رح نجيب كمان ريموت كونترول باتو تالي قيدة هيدرو يعملو سبق سبق الوليد يمبسطو يعني عن جاد جربنا نعمل شي الولاد يجو يمبسطو ويدرو يعدو كل نهار عنا يعني من 12 للسبوع هيدا أول نشاط بتعملوهم بيها النوع يعني بيها كبين جنينة ومفتوحة لعشرة يام ولكلها الولاد نعمين تعملو بشكل سنوي نحنا بنعمل كتير نشاطات بشكل سنوي مثلا على عيد الميلاد ولكن كنا نعملو على فترة أسيرة يعني نهار أو ساعتين أو ثلاثة هالمرة قرنا نعملو على فترة جمعة عن جد العالم هيك تجي وتنبسط واللي بده يجي كل يوم أهلا وسهلا فيه واللي مش يدير يجي هيدا نهار فيه يجي فيه يجي نهار تاني لو ليدلقشة فيه أكتر شي بحاجة بعد اللي يعني ظروف الصعبة اللي مروا فيها من فترة بحاجة كمان أنه غيره جو لأي أعمار هالكتبات كلا هي تقريبا من العمر سنتين للـ 12 سنة بس ولكن الأهل فيهن يجوا ونحنا رح نكون موجودين رح يكون فيه فوت كورت يعني منما كان عم يتمشى فيه فوت يأخذ بوبكون يأخذ باربا باباي يشتري هوت دوك يعني هيك رح يكون جاو عيد أكتر من ما جاو للولاد أو جاو للأهل المنطقة يعني جاو عيد للكل للجميع لكل الأعمار شو بديك تقولي اليوم للي عم يتابعونا يومنا ليكونوا كتار بهاليفنت حتى أخيرة بنعطيك أخر دقيقة تقولي بدي أول شي بدي أقول لهم يجوا كلهم لأنه البروغرام سننا أكتر من شهر عم نشتغل عليه وهون بدي أشكر فيه إفنت أورجنيزر عم بيساعدونا اللي هنة أربن آرت يعني بدي ساميهم بالاسم لأنه عن جاة سالون أكتر من شهر عم بطوروا الفكرة جوزيان بولوس و جوني فنيانوس عم بيساعدونا كتير وأكيد كمان بدي أشكر جوي كلوب اللي هنة مقدمنا الألعاب للولاد وكل فريق مؤسسة بشير جميع رح يكوننا تركون من 21 ل30 من الساعة 12 للساعة 7 حتى إذا عم بتشتي طاعوا فيه فيه ألعاب للكل بابا نوير رح يكوننا تركون رح يكون فيه كرمس رح يكون فيه ألعاب جديدة بنوعها ورح يكون جو كتير حلو نحنا منقلك جود لك إلك ولكل المنظمين وإن شاء الله بيتمتعوا كل الزوار لكن بين 21 و30 الشهر بيجنينا تساني كلها طبعا على الشارع العام الكل بيعرفوها مقابل الكنيسة بين الساعة 12 والساعة 7 مفتوح للجميع من سن 3 سنوات لغاية 12 سنة ميليد مجيد لإلك و للجميع يومنا أهلا وسهلا فيكي بريك ونمتبع